و السؤال علم العليم و عقل العاقل اختلف من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرف فأفصح العلم إفصاحا و قال له بأين الله في قرآنه اتصفا فأدرك العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم و انصرفا الحمد لله أحسن كل شيء خلق و فتق الأسماع و شق الحدق و أحصى عدد ما في الشجر من ورق و علم أحداث النهار و الليل و ما وسق و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الذي قال الحق و صدق أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم و كلأكم بنعيمه و هدأ بالكم و أهلا و مرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا فجأة و بلا مقدمات نمنا في عالم و استيقظنا على عالم آخر لم تعد أوروبا حلم الهجرة و لم تعد أمريكا أقوى دولة باريس لم تعد رومانسية نيويورك لم تعد مثيرة مكة و المدينة فقدوا الطائفين و العاكفين و الركع السجود بل أصبحت كل المساجد فارغة حتى الكنائس أغلقت أبوابها الجميع أصابه الهلع من الموت و كأن الموت لم يكن ليأتي إلا بالكورونا الكل أدرك حجمه الحقيقي فلا قيمة للإنسان على وجه الأرض إلا بالعناية الإلهية و إذا العناية لاحظتك عيونها نمفى المخاوف كلهن أمان فجأة توقفت الحروب و الصراعات و اجتمعت دول العالم على هدف موحد و هو البحث عن مصل أو لقاح أو علاج للفيروس الفتاك و أصبح القاتل و المقتول مطلوبين لعدالة السماء متمثلة في فيروس لا تراه العين فجأة أصبحت المصافحة و العناق و التقبيل أسلحة نخاف منها و أصبح عدم زيارة الأحباب دليل محبة فجأة تعطلت و توقفت كثير من المرافق فلا مطارات و لا مدارس و لا جامعات و من ناحية أخرى لا دور ضعارة و لا خمارات و لا ملاهية ليلية و لا موائد ميسر و قمار و هذا أفضل ما في الموضوع الكون أصبح أنقى و أطهر و أكثر نظافة من ذي قبل فجأة وجدنا و أدركنا ألا قيمة حقيقية للمال و السلاح و أصبح همنا الأكبر هو العودة إلى البيئة النقية و العودة إلى الهواء الطيب بل أصبح همنا أن نضمن وجود الأكسوجين إذا افترسنا الفيروس الفتاك فجأة وجدنا أن الكون أصبح أطهر من ذي قبل البيئة تعسنت و الأزون توقف عن التهتك و أصبح الغزلان و الماعز البري و الأغنام تركض في أفخم الشوارع بينما كثير من البشر محجورون في البيوت التي تحولت إلى سجون إرادية سواء كان هذا الفيروس طبيعي أم صنعه البشر فهو يحمل رسالة تقول لنا عندما تعودون إلى الحياة مرة أخرى فعليكم أن تتذكروا أنكم ضيوف في هذا الكوكب و لستم سادة الأرض كثير من الناس في ظل الهلع و المخاوف يقول إن نهاية العالم قد اقتربت و لكن حينما نتعامل مع الأمر بطريقة علمية و طريقة عقائدية نعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عن الساعة إنها لن تقوم حتى تروا قبلها علامات هناك علامات كبرى لم تقع حتى الآن و لن تقوم الساعة إلا بعد وقوع هذه العلامات فإذا قال لك شخص ما إن نهاية العالم في تاريخ كذا أو إن نهاية العالم قد اقتربت اعلم أن نهاية العالم قد اقتربت منذ بعثة النبي صلى الله عليه و سلم لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين و أشار بإصبعيه السبابة و الوسطى و الحق سبحانه قال في كتابه العزيز اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون و لكن هناك علامات كبرى لا بد أن تقع أولا بعدها تقوم الساعة أول علامة أخبرنا عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم طلوع الشمس من المغرب يقول سيد الخلق صلى الله عليه و سلم لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها يعني كل من على الأرض سيسرع بالتوبة إلى الله و الإيمان فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا و الحق سبحانه يقول في القرآن المجيد و الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم و الشمس تجري لمستقر لها أي أن لها مستقرا ستقف عنده ووقوفها عند هذا المستقر يجعلها ترتد في عكس اتجاهها و بنفس القوة في علم الطبيعة و الفيزياء قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة و مضاد له في الاتجاه و الحق سبحانه يقول و الشمس تجري لمستقر لها أي أن لها مستقرا سيوقفها و يجعلها ترتد في عكس اتجاهها بنفس القوة فإذا كانت تجري تأتي من المشرق فستأتي من المغرب هذه هي العلامة الأولى العلامة الثانية ظهور الدخان الكثيف الذي يملأ الأجواء بين السماء و الأرض يقول ربنا في محكم آياته فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم هذا دخان كثيف يملأ الأجواء بين السماء و الأرض في آخر الزمان يأخذ بأنفاس الكافرين و المنافقين حتى يكادوا يختنقون و يكون للمؤمنين كهيئة الزكام و يمكث في الأرض أربعين يوما بعدها تأتي العلامة الثالثة و هي خروج دابة الأرض التي تكلم الناس بلغة فصحة يفهمها كل من يسمعها و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون تنشق الأرض و تخرج منها دابة عظيمة على هيئة ثور مجنح يطوف العالم و يكلم الناس بجميع اللغات التي يفهمها الناس و يخرج هذا الثور أو هذه الدابة و تكون معها في آخر الزمان عصى موسى و خاتم سليمان يلتف الناس حولها في كل مكان فإذا اقترب منها فاجر أو فاسق أو كافر ضربته بالعصى على أنفه فيصير مجدوع الأنف و إذا اقترب منها مؤمن سلطت الخاتم في وجهه لتجلوه و تنيره حتى يعرف المؤمن من الكافر في آخر الزمان و يقال في بعض كتب التفاسير أن تكلمهم لا تعني الكلام أي الحديث و إنما من الكلم أي الجرح أي أنها قد تجرح بعض الناس و تضربهم بالعصى بعد ذلك تأتي العلامة الرابعة و لكن إذا وقفنا عند العلامة الثالثة و هي دابة الأرض نقول في الوقت الذي يكون فيه الإنسان متكبرا بعلمه متباهيا بما حقق في آخر الزمان من تقدم تكنولوجي و علمي و تقني يأتيه التحدي من الخالق الأعظم فالإنسان بكل ما وصل إليه من العلم و كل ما بلغه من القوة لا يستطيع أن يجعل الحيوان يتكلم و لذلك يتحداه الله بذلك فتخرج هذه الدابة تتحدث بلغة شبيهة بلغة الإنسان تماما ثم تأتي العلامة الرابعة و هي خروج المسيخ الدجال و هو أعظم فتنة يتعرض لها أهل الأرض في آخر الزمان لأن هذا الدجال لا يأتي و يدعي النبوة فعسب بل يدعي الربوبية و يقول للناس أنا ربكم فاعبدون و يخرج بعد زمان من القحط و المجاعة بعد ثلاث سنوات عجاف في السنة الأولى يأمر الله عز وجل الأرض أن تمسك ثلث نباتها و يأمر السماء أن تمسك ثلث مطرها و في السنة الثانية يأمر الله الأرض أن تمسك ثلثي نباتها و يأمر السماء أن تمسك ثلثي مطرها و في السنة الثالثة يأمر الله السماء فتمسك كل مطرها ويأمر الأرض فتمسك كل نباتها فيكون الناس في قحط ومجاعة وجفاف ويأتي هذا الأعور الدجال ويدعي الربوبية ويتبعه شرازم الخلق ويظهر الله عز وجل على يديه بعض الخوارق استدراجا من الله له وابتلاءا للناس فيقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أخرجي نباتك وزروعك فتخرج ويأمر الأرض أن تخرج المعادن والسروات فتصول البراكين وتخرج الأرض ما في باطنها ويقتل إنسانا ثم يحييه كيف ذلك؟ يأتيه رجل يقول له أشهد إنك دجال كذاب فيشبحه يعني يمده على ظهره ثم يؤشره يعني ينشره بالمنشار ويقسمه إلى نصفين ثم يمشي بين النصفين ذهابا وإيابا ثم يخاطبه ويقول له قم فيلتأم الشقان وتعود الحياة إلى الرجل بأمر الله عز وجل ويقوم حيا بإرادة الله ابتلاءا من الله للناس في آخر الزمان ومن خطورة الدجال أنه يستعين بالجن والشياطين فيأتي على رجل قد مات أبواه فيقول له أين أبوك؟ يقول مات يقول أين أمك؟ يقول ماتت يقول له الدجال أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتشهد أنني ربك؟ فيقول كيف ذلك؟ فيستعين بالجن والشياطين فيتصور شيطان أو جني في صورة الأب ويتصور شيطان أو جني في صورة الأم ويقبلان على الرجل ويقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك يطوف البلاد فلا يدعو بلدا لا يدعو بلدا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة إذا أراد أن يدخلها وجد الملائكة تحرسها فيرجع خائبا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يحفظ أول عشر آيات من صورة الكهف يأمن ويحفظ من شر فتنة المسيخ الدجال بأمر الله عز وجل ثم تأتي العلامة الخامسة وهي نزول المسيح عيسى بن مريم وهو النبي الوحيد الذي لم يمت حتى الآن ولكنه لا زال حيا رفع إلى السماء بروحه وجسده وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان وسينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق وسيكون واضعا كفيه على جناح ملكين عن يمينه ملك وعن يساره ملك وسيعبط إلى الأرض ليخلص الدنيا من شر المسيخ الدجال ويقتله وبعد ذلك تأتي العلامة السادسة وهي خروج يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج هما قبيلتان من ذرية يافث بن نوحة لهم أظفار من نحاس وأنياب من حديد ولهم صفة وحشية هم لشراستهم يخرجون بعد انهيار السد الذي بناه ذو القرنين وهم لشراستهم وكثرتهم وضخامتهم يأكلون كل ما يلقونه من نبات أو حيوان أو إنسان أو جماد ويشربون بحيرة طبرية حتى تبدو وكأنها لم يكن بها قطرة ماء واحدة يختبئ المسلمون مع سيدنا عيسى عليه السلام في كهوف الجبال حتى تكون رأس الثور عند أحدهم خير من الدنيا وما فيها أي يوشك الطعام الذي معهم على النفاذ وبعدما يعيثون في الأرض فسادا يمسك أحدهم بحربته ويقول ها نحن قد قتلنا أهل الأرض فهيا لنقتل أهل السماء ويصوب حربته إلى السماء فتصعد ثم تنزل ملطخة بالدم فيصيح في أصحابه قائلا ها نحن قد قتلنا الله فيفزع المسلمون ويتضرعون إلى الله عز وجل كي ينجيهم من شر يأجوج ومأجوج فيرسل الله عز وجل عليهم النغف والنغف دود صغير يكون في أنوف الإبل يرسله الله على رقاب يأجوج ومأجوج فيلدغونهم فيخرون صرعا أي قتلى يخرج المسيح عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين فيجدون الأرض ملطخة بجسس يأجوج ومأجوج فيتضرعون إلى الله كي يطهر الأرض من نتنهم وزخمهم فيرسل الله مطرا غزيرا كالزلقة يجعل الأرض كالمرآة كالزلقة أي كالمرآة ويرسل الله عز وجل طيورا ضخمة كالبخت يعني الطائر في حجم الجمل فتحمل جسس جوج ومأجوج من على وجه الأرض وتخذف بها حيث شاء الله بعد ذلك يعيش الناس في زمان طيب ويموت المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ويصلون عليه صلاة الجنازة ثم يدفن في الحجرة النبوية الطاهرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا ذهب أحدكم لزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فسوف يجدوا بجانب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر قبرا أو مقبرة خاوية وإذا سألت القائمين على المكان عن هذه المقبرة فسوف يخبرونك بأن هذا قبر المسيح عيسى بن مريم الذي سيدفن فيه بعد أن يموت في آخر الزمان ثم يأتي عيش طيب فيه بحبوحة ورغد من العيش والنعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح يكثر فيه الخير ويغزر المطر وينمو الزرع سريعا في كل مكان حتى على سفوح الجبال ويعم الأمن والأمان والرخاء بين الناس وبين الخلق حتى يمر الرجل على الحية أو الأفعة ويطأ عليها بقدمه فلا تؤذيه ويداعب الغلام الصغير الأسد ويضع يده في فيه أي في فمه فلا يؤذيه ويعيش الناس في سلام وأمان ولا تحاسد ولا تشاحن ولا تباغط ولن يكون هناك فقير في هذا الزمان لدرجة أن السجدة ستكون عند الإنسان خيرا من الدنيا وما فيها لأن أحدا لن يجد من يتقبل صدقته يبحث الرجل عن إنسان فقير ليتصدق عليه فلا يجد فقير على الإطلاق لأن الجميع سيعمهم الخير والرخاء والغنى والثراء في هذا الزمان الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسيح ثم يرسل الله عز وجل ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مسقال زرة من خير أو إيمان إلا وقبضته وقوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحرير يدل على سهولة نزع الروح يموت بهذه الطريقة اليسيرة في آخر الزمان كل من كان في قلبه مثقال زرة من خير أو إيمان ويبقى على الأرض شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هؤلاء الأشرار من الخلق ينسون ذكر الله ويعيدون عبادة الأوثان يقول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله وفي رواية لن تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله ويقول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى لا يحج بيت الله بيت الله الحرام الذي كان في زمن من الأزمان عامرا بالطائفين والعاكفين والركع السجود الذين يفدون إليه من كل حد وصوب من شتى البقاع والأسقاع من كل فج عميق تجده خاويا فارغا تبدو عليه أمارات الحزن والأسى بسبب هجر الناس له لأن أحدا لن يعود حريصا على طاعة الله أو حج بيت الله في آخر الزمان وساعة إذن يرسل الله عز وجل شخص يقال له جس ويقتين دوره أن يهدم الكعبة ويزيلها من على الأرض قبل قيام الساعة وهو قزم قصير القامة أصلع الرأس أسمر اللون فولذي الجسد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يهدم الكعبة ذو السويقتين لكأني أراه أصيلعا أفيدعا يهدم الكعبة بمسيحاته ومعوله وينقضها حجرا حجرا وبعد ذلك يحدث سلاسة خسوف خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب ثم تأتي العلامة الأخيرة وهي النار التي تقود الناس إلى أرض المحشر هذه نار عظيمة مخيفة تخرج من أرض عدن لا يطفئها شيء يجري الناس أمامها حتى يجدوا أنفسهم على أرض المحشر اعلموا أيها السادة أنه قبل قيام الساعة ستكون الأرض قد أخذت كامل زخرفها وزينتها وبلغت من الحضارة والتكنولوجيا والرفاهية درجة عالية تحقق للإنسان رغد العيش لدرجة أن الإنسان في آخر الزمان سيظن زيفا أنه أصبح قادرا على الدنيا مسيطرا على الأرض فهذا قول الحق سبحانه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها لأن الإنسان سيظن أن الأرض أصبحت تسير بقوانينه هو لا بقوانين الخالق الجبار وساعة إذن يأتي أمر الله ليتلاشى كل مألوف على الأرض أعطى الإنسان هذا الشعور الزائف بأنه قادر في الدنيا مسيطر عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس وقوله تعالى ليلا أو نهارا لأن الليل والنهار منقسمان على الكرة الأرضية قسم يكون فيه ليل وقسم يكون فيه نهار تقوم الساعة عليهما معا لذلك قال ربنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وعندما يأتي هذا الأمر الإلهي يتلاشى كل ما شيده الإنسان وحققه على كوكب الأرض خلال قرون طويلة فيأتي أمر الله عز وجل ليحدث الزلزال الأعظم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم والزلزال الأعظم زلزال يصيب الكرة الأرضية جمعاء في آن واحد إذا زلزلت الأرض زلزالها وقد أثبت علماء الجيولوجيا والقشرة الأرضية أن هذا الزلزال الأعظم الذي يصيب كوكب الأرض كله في لحظة أو في آن واحد لا يمكن أن يحدث إلا إذا أزيلت الجبال الراسيات التي تثبت الأرض ولذلك فإن الجبال ستنسف ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا تنسف الجبال أو يخف وزنها وتصير كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فتتطاير وتترك الأرض لتتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها وبعد ذلك يأتي أمر الله بالنفخ في الصور يأمر الله إسرافيل وهو ملك النفخ بأن ينفخ في الصور والصور هو البوق العظيم وينفخ فيه إسرافيل نفختين الراجفة والرادفة النفخة الأولى نفخة الصعق والنفخة الثانية نفخة البعث وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين أربعين ولم يقل أربعين يوما أو شهرا أو سنة حينما ينفخ في النفخة الأولى يصعق الجميع إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقبل النفخة الثانية بزمن يسير ينزل الله عز وجل من تحت العرش مطرا تنبت منه أجساد الناس في قبورهم وكل جسد ينبت من عظمة في جسم الإنسان لا تبلى ولا تفنى ولا تتحلل مهما مر عليها الزمان وهي عظمة الزنب أو عجب الزنب وهي نهاية العصعص آخر عظمة في العمود الفقري قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى ويأكله تراب الأرض إلا عجب الزنب منه خلق ومنه يركب ومنه يبعث يوم القيامة وينبت كما تنبت البقلة من بذرتها تجتمع الأجساد المتحللة مرة أخرى حتى الأجساد التي ضاعت في البحار والمحيطات وبطون السباع أو بطون الحيتان يجمعها الله عز وجل للحساب والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن رجل من السابقين هذا الرجل آتاه الله مالا وولدا فلما شعر بدنو أجله جمع بنيه وقال لهم يا بني أي أب كنت لكم قالوا كنت خير أب قال فإذا ميت فأحرقوني ثم اسحقوني حتى إذا كان يوم ريح عاصف فذروني في الرياح فإنني أشعر أني ما عملت خيرا قط وإذا لقيت ربي فسيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات فعلوا به ذلك فجمعه الله فإذا هو قائم على هيئته قال له رب العزة يا عبدي ما حملك على ما فعلت أو ما دفعك إلى ما طلبت قال خشيتك يا رب قال فإني قد غفرت لك تجتمع الأجساد ثم ينفخ في الصور النفخة الأخرى ثم نفخ فيه أخرى فتعود الأرواح إلى أجسادها وتنشق القبور عن ساكنيها يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يكسى بالثياب يوم القيامة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عرات غرولا وأول من ينادى عليه باسمه أو يدعى باسمه يوم القيامة أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام يخرج الناس من قبورهم فينظرون إلى السماء فإذا بها تدور دورانا شديدا في مكانها يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا النجوم التي كانت تضيء بالليل انكدرت تنكدر وتتلاشى ويذهب نورها الشمس تكور وتضمحل ويزول ضوءها القمر يخسف وينطفئ ويظهر مع الشمس جهة المغرب لا نور فيهما الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس والقمر مجتمعين في الدنيا ولكنه يوم القيامة سيرى الشمس والقمر مجتمعين جهة المغرب لا نور فيهما وهذا قول الحق جل جلاله في القرآن العظيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ إذا انزالت أسباب النور فمن أين يأتي النور؟ إنه نور المؤمنين الذي يضفيه عليهم رب العزة يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وخاصة المصلون الذين كانوا يحافظون على صلاة العتمة صلاة الفجر والعشاء لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نور يظهر في الجبهة والجبين من أثر السجود ونور يظهر في الأطراف الأيدي والأقدام من أثر الوضوء فيقول إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين غرا من السجود محجلين من الوضوء يعني لهم بياض ونور في الوجه والجبهة غرة ولهم تحجيل أي بياض ونور في الأطراف في الأيدي والأقدام المواضع التي يغسلها الإنسان وهو يتوضأ لذلك عندما تتوضأ فلا تبخل على نفسك أن تزيد من الأماكن التي تغسلها فسوف تكون نورا لك عند الله يوم القيام عندما يتجلى الحق جل جلاله على الخلق للحساب في أرض المحشر تشرق الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون كل إنسان سيخرج من قبره إلى أرض المحشر في فزع وخوف وهلع ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الفزع الأكبر لأن الخوف عند العرب على ست مراتب الخوف، الظعر، الرعب، الجزع، الهلع، الفزع فالفزع أعلى مراتب الخوف في اللغة العربية لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفزع الأكبر ناخد اتصال، أيها، السلام عليكم بضالي، أهلاً وسهلاً فأقول لي حضرتك، أول سؤال لي عايزة أنا عارضي أنا عارضي، أنا عارضي، أنا عارضي، أو عارضي مخنوقة حاضر ثاني حاجة أنا عايزة مساعدة، بس مش مساعدة مدية أنا خصيبي معابيك روديوز، حاسف وكده وما أشوف لثمثل ثلاثين سنة ومش عارف يعمل حاجة مش لقي شغل، كل شغل يجب حد يتواصل، وهو مش عارف حاجة مش عارفين نعمل حاجة وأنا بارد معي الشهادة مش عارف أشتغل، بجهز نفس تمام فأرجو من حاجة أن أنت بتعيدنا بس في الحكة حاضر، حاجة تاني ربنا يخليك يا رب طيب ممكن تسيبوا رقامكم في الكنترول إن شاء الله فضل طبعاً بالنسبة للسؤال الأول وهو مسألة الضيق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الخروج من الضيق ومن الهم بدعاء زوال الهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إذا شعر الإنسان بضيق أو هم عليه أن يبادر بالوضوء والصلاة وذكر الله عز وجل وأن يمسك المصحف ويقرأ ما تيصر له لأن الذكر يزيل الهموم عندما خلق الله الأرض أخذت تهتز وتميد فأرساه الله بالجبال الراسيات وقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال قال الحديد يقطع الجبال قالوا أخلقت ما هو أشد من الحديد قال النار تذيب الحديد قالوا أخلقت ما هو أشد من النار قال الماء يطفئ النار قالوا أخلقت ما هو أشد من الماء قال السحاب يحمل الماء قالوا أخلقت ما هو أشد من السحاب قال الرياح تجري السحاب قالوا أخلقت ما هو أشد من الرياح قال ابن آدم يسخر الرياح قالوا أخلقت ما هو أشد من ابن آدم قال النوم فإن النوم يغلب ابن آدم قالوا أخلقت ما هو أشد من النوم قال الهم فإن الهم يذهب النوم فقالت الملائكة يا ربنا أو خلقت ما هو أشد من الهم قال ذكري وقول لا إله إلا الله فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعود إلى حديثنا عن يوم الفزع الأكبر يخرج كل إنسان يفر من أهله وزويه نأخذ اتصال ثم نكمل السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل عدفة سؤالين بعد ذلك دلوقتي والدي تسحطني الساعة الرابعة والساعة العيلة وكده الساعة الرابعة للربعة ومخصد ما كانتش تعرف إن الفجر أزر واتسحرنا ما حكم اليوم ده حاضر والتاني سؤال بعد ذلك هل أصطرنا أربح ايام عزرا كده هل الأربح ايام دولة مثلا الواحد يقضيهم بعد رمضان بالترتيب ولا أيام واتقابتها عادي حاضر تفضل شكرا السؤال الأول بتاع الأخ المتصل بيقول إنه هو صحة الساعة الرابعة للربعة بعد أزان الفجر وأكلوا أو شربهم ظنا منهم بقاء الليل لا يعرفوش إن الفجر أزن ده اسمه خطأ إحنا قلنا إن الفطر لما جئنا نتكلم عن أحكام الصيام قلنا إن الفطر ممكن يكون عن عمد أو خطأ أو سهو قلنا عن عمد ده بيفسد الصيام وعليه زنب كبير لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضل يوما بغير عزر في رمضان لم يجزئه صيام الضهري ولو صامة فدي مشكلة كبيرة وقلنا إن إذا كان عن سهوة فده ما فيش عليه أي زنب وما فيش عليه قضاء وصيامه صحيح لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم من ناسي وهو صائم في رمضان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه والحالة الثالثة عن خطأ خطأ في تحديد موعد الإمساك أو موعد الفطر يعني أكل قبل المغرب ما يأذن خطأ سمع أذن خطأ أو أكل بعد الفجر ما أذن أو شرب بعد الأكل ما أذن خطأ وهنا الخطأ الصيام فاسد ولا اسم عليك لكن عليك القضاء إن شاء الله هنجاوب على السؤال الثاني لكن بعد ما ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلي لو سمحت أنا دلوقتي والدي رجل كبير وكده لو سمحت وقت التلفزيون معي تفضلي ومعصمش طول شهر رمضانه كده عنده القلب وطعبان وعنده الكبد وطعبان ومصار حاضر ناس الله العظيم رب العرش عظيم أنا يشفيها ويشفي أسائل مرضى المسلمين حاضر فضلي نرجع طيب ناخد اتصال كمان ووعدين نجاوب السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا يا مرحبا معك حسين من الجزا شكرا أهلا يا أستاذ حسين اتفضل أنا كنت بسا إذا سأل حذلك الرسول عليه السلام قال من صام رمضان وأتباحه ست من شوال كأنما صامت ضهر صلى الله عليه وسلم كنت أسأل حذلك علي السلام كنت أسأل حذلك يعني السيام الست أيام من شوال لو أنا بدأتهم مع تلتاشر واربعتاشر وخمستاشر اللي هم تلتاشر في شهر اللي هم الأيام البيت في الشهر حاضر تمام حاضر شكرا جزيلا تفضل ناخد اتصال من الأخت أميرة وبعدين نجيب إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا أهلا بك تفضلي كنت بكامل الصحة والعافية وقال لك اتقرد على الأربع بنات مطلقة من الأربع سنين فكان أنا معي جوزي اتجوز علي من وراء واحدة قدمه الغزة وجحك علي أنا رسافرت عن جهة السعودية عملت عمرة وجبت قرشين هو متجوز أنا ما عرفش اشتلت له عربية جهزت بنته جيت أعمالت حاجات في البيت وجبت كهرباء في البيت وكل هو كل ده بيتخل يويتحك علي جيبي لك لما عمل مشاكل مع بعض يا خطوة الشيخ جات هي التصل بيه قالت لي هي اللي قالت لي ولما أنا عرفته وعطبته هو أصلقها على فكرة يعني فهلات يقول يسمحيني وبتاع بس أنا مش بيسمحها دي اعتبر خيانة يشبخه لا اعتبر إيه حاضر تفضلي شكرا ناخد اتصال من الأستيس حسينة السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بي أهلا بيك تفضل أهلا يا أستيس حسينة فضل الله أشكا هو فندم الكراة المصحف لازم كنا معروضه ولا مشارك كنا توضي حاضر وشؤال الثاني هو إيه حرم سيام التشريك معناه التشريك حاضر وماذا عن الرفع الحزاء والشاتيمة والسابة والنع يقل من الأجر الصايم ولا يطلب سيام نفسه حاضر ماشي شكرا فضل ناخد اتصال آخر من الأخت رهام السلام عليكم وعليكم السلام فضلي دلوقتي يا شخنا أنا بوضي ولا بيصلي ولا بيصوم لما بيجي انصحه بيقول لي إن الله غفور الرحيم فأنا أقول لكم تايزاك تشرح لي حاجة زي كده يعني أنا لما بقول له إن إحنا قريبين أو من الموت فبيقول لي بقى إن الله غفور الرحيم ذي حاجة والحاجة الثانية أنا ولا أدرس تمر معي باللي هو بيعمله ولا أدرس كده عن طريقته يعني فهو طلوقتي بيبقى شايف لا إن أنا لأ معقدة وإن أنا اللي إنك ديه لما بقول له صلي أو ثوم أو بنصحه ماشي شكرا ربنا يهديه بإذن الله حرد على حضرتك أقولك تعمل هي ناخد اتصال من الأخ محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا بحضرتك مع حضرتك محمد من كريزا أهلا بك يا سيد محمد دلوقتي حضرتك أنا بصوم شهر رمضان وربنا بيكويني عادي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ولكن باقي الستة البيت أنا سيوم صعبة عليها جدا ما بقدرش يعني فباقي الستة البيت ما بقدرش بهمش تمام هل كده عليها زنب حضرتك؟ لا إطلاقا يعني شهر رمضان بس لكن الستة البيت معلياش زنب فيهم إطلاقا الحمد لله ربنا بيقدرك على الفريضة الست أيام دول سنة وليست فريضة ما فيش عليك أي اسم إن شاء الله ألف شكرا ألف شكرا هل أعرف اسم حضرتك إيه؟ محمد السعيد أهلا بكتفضل تفضل تحت أمرك ألف السلام نرجع تاني إن شاء الله نبدأ لسؤال الأخ المتصل الأول كان بيسأل أنهم أفطروا أربع أيام بعذر إحنا قلنا أيام الأعذار إن الإنسان يكون مريض أو مسافر أو الحامل أو المرضع أو الطاعن في السن أو المخرف يعني اللي عنده ضعف في الزاكرة أو فقط في الزاكرة لو هم عليهم أربع أيام وفيه العذر حيزول يعني الإنسان مريض بمرض يرجى برقه يبقى بعد رمضان إن شاء الله يتم قضاء الأربع أيام لو الإنسان مريض بمرض لا يرجى برقه يعني العذر مستمر يبقى حيفدي ويقدم الفدية والفدية زي ما قلنا يطعام مسكين عن كل يوم والدر الإفتاء حددت الحد الأدنى لفدية الصيام بعشرة جنيهات عن اليوم نأخذ اتصال السلام عليكم والاتصال فصل ماشي أما بالنسبة للأخ اللي زوجته بتسأل أو بنته بتسأل أنه مريض بالقلب فهو طبعا صاحب عذر ومدام صاحب عذر هو واضح أنه مريض بمرض لا يرجى برقه يبقى عليه الفدية والفدية إخراج طعام مسكين عن كل يوم ممكن أنه يجمع الأيام كلها على بعضها وممكن يخرج يوم بيوم هذا صواب وذاك صواب لكن هي في زمته أو في زمة من هو قائم عليه لا بد أن تؤدى فإذا بعد شهر رمضان أو خلال شهر رمضان بيخرج عن كل يوم فدية طعام مسكين وإحنا قلنا طعام المسكين الحد الأدنى عشرة جنيهات عن كل يوم أو تقديم طعام يوم كامل للفقير أو المسكين بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن صيام الستة من شوال بيقول أنا لو بدأت ب13 و14 و15 هاخد ثواب الثلاثة ايام وسواب الست ايام ولا لا طبعا ياخد الثواب مكتمل لأن النية هتكون مزدوجة في النافلة لكن لو واحد عليه قضاء ما ينفعش إن هي تنوينية مزدوجة الفريضة مع النفل يعني واحدة مثلا عليها خمس ست ايام من شهر رمضان تقول أنا حصومهم في شوال بنية إن هم الأيام القضاء والأيام الستة البيت لا طبعا ما ينفعش لأن لا يجوز ازدواج النية بين فريضة ونفل لكن يجوز إن النية تزدوج بين نفلة ونفل آخر فإحنا عندنا من صيام النوافل الاثنين والخميس لو دخل الاثنين والخميس في الستة البيت أو 13 و14 و15 في الستة البيت هتاخد ثواب صيامهم مع صيام الستة البيت زي الإنسان اللي بيصلي صلاة استخار وجاه مثلا على سنة الفجر الراكعتين اللي قبل الفجر أو سنة المغرب الراكعتين اللي بعد المغرب وصلاها بنية سنة المغرب مع صلاة الاستخار أو مع صلاة الحاج أو مع صلاة التوبة يجوز ازدواج النية في بين نفلتين بالنسبة للأخت اللي زوجها تزوج عليها بدون علمها هنرد عليها بس بعد ما ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام فضالية فاني عليكم عليكم السلام وقت التلفزيون وتفضالية فاني متكلم واضح ان الاتصال مش واضح شكرا الأخت اللي تزوج عليها زوجها أولا التعدد مباح بشروط المفروض أن لابد أن الزوج يخطر زوجته ويبلغها وإن قابلت أن تستمر معه على هذا الأمر فبها ونعمت ولكن لا يغفي عليها هذا الخبر بالنسبة للزوج عملته أن هي سفرت أو اجتهدت وكونت صروة هي لها زمة مالية خاصة مستقلة بها وتنفقها على نفسها وعلى أولادها وليس للزوج حق فيها أما بالنسبة لأن الزوج طلق الزوجة الأخرى وثاب إلى رجده وعاوز يحافظ على أسرته ويجمع شمل أسرته ويرجع لزوجته تاني فلابد أن هي تعفو وتصفح عنه ومن عفى وأصفح فأجره على الله هتقول ظلمني للرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو عن من ظلمك وأعطي من حرمك واصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخل من خانك وربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه بيغفر الزنوب ولله المثل الأعلى فما بالك بالإنسان لابد الإنسان يكون مسامح ويكون عنده نوع من العفو والصفح بإذن الله بالنسبة للأخ السائل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء يجوز قراءة القرآن بدون وضوء لكن لا تجوزه الإنسان على جنابه ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مع حضرتك محمد تعيب من سكندريت أهلا وسهلا تفضل يا باشا أهلا بحضرتك عليها السؤال بس استفسار حضرتك أنا حضرتك آآ يعني مفهود ليا معاش آآ بس كان عليها مديونات وآآ خلصت سدت ديونه معيش فلوسة طلع لله الزكا بتاعي عن أولادي إيه بقى الزكا عن أولادي أنا تقصر زكاة الفطر يعني آآ إيه حكمه إيه الشرع حاضر فضل شكرا سمعي فضل فضل شكرا بالنسبة للأخ اللي كان بيسأل على السب في الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بمعنى أن الإنسان يجب أن يصوم عما يغضب الله زي ما بيصوم عن المفترات أو عن الحلال يصوم عن الحرام فيحفظ لسانه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش معنى ذلك أن الصيام باطل أو فاسد والصيام لا يفسد لكن الأجر بيقل بالطبع ولابد أن الإنسان يحافظ على أجر صيامه كامل فيحفظ لسانه مما قد يغضب الله عز وجل الأخت اللي بتشيك من أن زوجها لا يصلي ولا يصوم وإذا حاولت تنصحه بيقول لها أن الله غفور رحيم هو أن الله غفور رحيم لكن مش معناها أننا أتعمد المعصية وانتظر المغفرة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس لابد لمن أراد النجاح والحصول على المغفرة أن يعمل أو يأخذ بالأسباب التي تقوده إلى النجاح هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروف أنه غفر له ما تقدم من زنبي يوم أتأخر ومع ذلك كان بيقوم الليل ويستغفر ولما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا أولا الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإذا صلحت صلحة سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فالإنسان اللي مش بيصلي ده هتبقى مشكلة كبيرة إن كل أعماله أتحبط حتى لو كان بيعمل أعمال خير بعد كده فلن تقبل منه لأنه ضيع عمود الدين اللي هو الأساس اللي بيقوم عليه الدين لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه لكن أنصح الأخت الكريمة أن لا تيأس من نصيحة زوجها وتدعو الله عز وجل في أوقات استجابة الدعاء أن يهديه والله الموفق والهادي إن شاء الله بالنسبة للأخ اللي بيقول يقدر يصوم رمضان وما يقدرش يصوم النافلة هذا لا ضرر عليه ويكتفي بأنه هو يصوم الفريضة أما بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول إن ما معهوش أموال أو حبوب أو شيء يخرج به زكاة الفطرة عن أولاده أولا هي زكاة الفطرة كما نعلم تجب على الصغير والكبير الذكر والأنثى لكن عايزين نقول البالغ وغير البالغ مش مشكلة لكن نقدر نقول إن الإنسان الذي لا يملك قوت يومه أو لا يجد ما يكفيه يعني معهوش أصلا خالص حاجة يخرجها بتسقط عنه زكاة الفطر بس بشرط أنه لا يملك لكن لو ملك شيء يسير فائد عن حكته حتى لو يسير يبقى لابد أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعود لكن إذا تلاقى نفسه مفيش مخرج خالص فبتسقط عنه بأمر الله عز وجل لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها نعود إلى الحديث عن يوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه ولكن هل سنخرج من القبور إلى أرض المحشر في فوضى هائلة يجري كل إنسان حيث شاء كلا لقد انتهى الاختيار الآدمي كل إنسان سيخرج من قبره يكون وراءه ملك موكل به يقوده إلى المكان المحدد له في أرض الميعاد وهذا قول الحق جل جلاله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد السائق هو الملك الذي يقوده إلى أرض المحشر إلى مكانه المحدد له لأن كل إنسان له مكان محدد والشهيد هو شريط أعماله كاملة لا تفوته حادثة واحدة ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لماذا قال الحق سبحانه فإذا هم قيام ينظرون لم ألش فإذا هم قيام يجرون يصيحون يسرعون وقال ينظرون لأن النظر والبصر سيبلغ منتهى قوته في هذا اليوم النظر والبصر سيبلغ منتهى قوته بحيث يصبح الإنسان قادرا على أن يرى ما لم يكن يراه في الدنيا الإنسان سيكون قادرا على أن يرى قرينه من الجن الذي خلق على هيئته وصورته وكان ملازما له في الدنيا يوسوس إليه ويدفعه لعمل السيئات وكان لا يراه الإنسان في دنيا لكنه سيظهر أمامه في آخرته وسينفر الإنسان منه ويقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين لأن القرين سيتبرأ من صاحبه بعدما أغواه في الدنيا قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد يصبح الإنسان قادرا على أن يرى القرين والجن والشياطين والملائكة بل ويكون قادرا على أن يرى جبار السماوات والأرض وقت الحساب لأن الإنسان سيبعث بجسده وهيئته ولكن بقوانين وقدرات تختلف عن القدرات التي كان يعيش بها في الدنيا وأول دليل على ذلك إبصار الناس ما لم يكونوا يبصرونه في الدنيا والدليل الثاني أن الناس لا يموتون من شدة الجوع والعطش رغم طول يوم القيامة الذي يساوي عند الله خمسين ألف سنة يوم القيامة يقدر بخمسين ألف سنة يوم طويل جدا ناخد اتصال من أم أدم وبعدين نكمل السلام عليكم السلام عليكم جدورة الشيخ عليكم السلام أنا معي ولد وبنت لي خمس سنين من جوزة أيو وجوز يعني بيشرب كمور وحشيش والكلام دي لا حولها لأخوة إلا بالله يعني بص الحمد لله أنا من الأرياف والكلام دي سعي حاجات ومدحها بس النفس الأولادة بوكلهم وشربهم منه وهو ما زيبناش أي حاجة هم ودركت يعني أقول له صلي وثوموا الكلام دي مكت جوعة وشتنة وبايع ذهبين وبجيب يعني أكل من بيت أبويا وكل حاجة واشرب وبرضي ما تمرش أنت اللي فيكي أنت بتشتميني أنا أكذب عليك بقول له يعني أنك أنت ما يجيب ليش أنت واقف ذهبي أنت الكلام دي ماشي حاضر فضلي شكرا طبعا الأخت الكريمة ربنا رزائها بولد ومنت لكن الزوج على وصفها يعني لا يتقل لها في زريته ما بيصليش ما بيصومش بينفق المال في الخمور شرب يتعطى الخبائس والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من رجل يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا وحرم الله عليه الجنة فيجب على كل رجل كل إنسان استرعاه الله على أسره ورزقه الله بأسره أن يتقي الله في أسرته ألا يصرق قوت أولاده لكي ينفقه على المحرمات والخمور والخبائس والمخدرات والعياذ بالله ناخد اتصال من الأخ رمضان وبعدين نرجع تاني لسؤال الأخت ومؤادم السلام عليكم السلام عليكم سهلا عليكم السلام تفضل ربنا يحفظك ويرفع قدرك ربنا يبارك بقولها على أمور كتير قوي جدا يعني أنها بتعني تيها وكذا فما بتعنيش هي الحكم في كذا يعني حاضر فضل أما بالنسبة للأخت السابقة هي بتقول أنا أتصرف إزاي معاها هي عليها النصح والدعاء إلى الله عز وجل بالهداية لكن لو أنه لم ينصلح حاله فمن حقها الانفصال عنه إذا كان إنسان لا يتق الله إذا كان إنسان لا يصلي ولا يصوم لكن بعد ما تستنفذ كل السبل نأخذ اتصال من الأستاذة مونة السلام عليكم أهلا بك تفضلي تفضلي أيوة أنا وزي عمل عملية استثارة كونه شفاه الله وعفا شفاه الله وعفا إن شاء الله تفضلي فما بيعرفش سلب سبب كيف حاضر فيعني دوت عليه حرج ولا هو ما بدرش يعني الحمام ما بدرش ستح فهو على الحرج ما هو ما يضلي أو حاضر حاضر تفضلي شكرا نرجع أولا لسؤال الأستاذ رمضان بيشكو من إن زوجته لا تطيعه من المعلوم إن من حقوق الزوجة على زوجته الطاعة نأخذ اتصال من الأخت هبة وبعدين نرد إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا يا شيخ لا صارت أنا بتاعدي أسأل حضرك سوق فضل فضل أنا دلوقتي جوزي ما بينفكش على أوليد وانا بطلع الشيطان على المسح وانا قدفت كده بس صادق بقى إن واحد يعني حظ بالله أنا ملاكي البيع كاسني ويقولي هقطع لهم متاسك إن مش عارفة إيه وانا مش عارفة قولت الجوزي ما فيلش فايدة برضه وانا قد يشرب ومسأل في بليد ولا أي حاجة وانا مريد بسكر ودخل شفاك الله وعفاك فانا مش عارفة عملية يا شيخ قولي ولا بلا يجري حاضر تفضلي بسلام إذا جاءنا للسؤال بتاع الأستاذ رمضان بيشكو من عدم طاعة زوجته احنا قلنا ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله قانتات يعني مطيعات لأزوجهم فالمرأة الصالحة لابد أنها تكون مطيعة لزوجها وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هؤلاء الرجال شرع لهم الجهاد فإن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا كانوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون أما نحن معشر النساء فقد حرمنا من أجر الجهاد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلغي عني من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بقدره تعدل ذلك كله وقليل من كن يفعلن يعني إذا طاعت المرأة لزوجها هي جهادها إذا كانت عايزة تصل إلى درجة الجهاد في سبيل الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه قيل له يا رسول الله فأي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها إذن الزوج عند الزوجة أهم شخص ربنا سبحانه وتعالى أوجب طعته على الزوجة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتي فننصح كل أخت كريمة أن هي تواظب على طاعة زوجها حتى تكون من أهل الجنة إن شاء الله وهو عليه أن هو يصبر لغاية لما زوجته ربنا يديها بإذن الله ناخد اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل يا فندي سأقول لها حضرتك حماتي ست جديرة في السلسانات أي فهي بكرة الجنة في مين آ وما بصمت تمام ولا صم ولا صلاة هي من ظلان ما بصمت ولا صم ولا صلاة حاضر شكرا فضلي نرجع تاني للسؤال بتاع الأخت اللي بتسأل على أن زوجها لا ينفق إحنا أجبنا على هذا الأمر أن الزوج يجب عليه أنه يتقل له في رعيته وأما إذا كانت الزوجة بتتعرض للضرر يعني هي بتحاول تشغل أو تروح البيوت أو تذهب لتتكسب لكن بتتعرض للضرر من بعض يعني الشخصيات التي لا تتقل له فعليها أن هي تبتعد عن هذا الأمر الذي قد يسبب لها ضرر وتلجأ إلى أهل الخير الجمعيات الخيرية وجوه البر أهل الصلاح وإن شاء الله لابد أن هيكون لها مخرج عند الله عز وجل ناخد اتصال جديد السلام عليكم فضّال يا فند فضّالك الله أنا بصراحة عندي مشكلة كبيرة إن شاء الله خير إن شاء الله بس هو أجوز الحمد لله كويس وبيتفرف علينا كل حاجة بس بيعمل حركات معنا بيتنفذنا لغاية من صرق أعصاب ويخلينا دعليه فأنا ببعد يبعد عليه ببعد علينا وبيتفرف علينا وبيتفرف عليه هو مستيرش دعليه بس هو بيوصلنا لكده ويضايقني وده ابني موجود معنا وكلام ده بيبقى مشكلة جامدة بحاجة زي كده ويخلينا لازم يعود معنا يبدأ نتكلم في حاجات يعني كده هو تخلينا لازم أصوت وروح دعي عليه الدعب ما نعرف أنه كده بعيدك ربنا وبعمل حاجاتك بالكبائر وكل ده بس أنا مش عارس أعمل إيه حاضر فضّالي شكرا طب ناخد اتصال من الأخت فاطمة بعدين نجاوب إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم فلو السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا فضّالي عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضّالي ربنا يبارك لك كل سلام وحضرتك طيب وحضرتك بكامل الصحة والعافية اتفضّالي ربنا يبارك لك أنا بجوزي دايما يعني خيره أنا بطيق ربنا فيه بعمله بمارد الله بس خيره كله لإخواته يعني هو بيكسب كويس بس على البيت بايق جدا وانا ما عليك فلوس بجيني أنا موظفة يعني فعايز كل فلوس أحطها في البيت وهو فلوس يجيها لإخواته احنا ما عندناش عيال حدث في دماغه إن احنا ما عندناش عيال طب احنا المفلوظ ما أنا كلسه ما نشرب حدث في دي فلوسه لإخواته عشان يخدوه ويعمله كويس لكن مراده فلوسها النفسة عيالية تتفعل بي حاضر شكرا فضل نرجع للأخت اللي بتقول إن حماتها عندها تسعين سنة وطبعا ما بتقدرش إن هي تصوم ولا تصلي لأن هي مصابة ببتر في الساقين بالنسبة للصيام هي معها رخصة للفطر وعدم الصيام لكن الصلاة ما فيش فيها رخصة لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلى الصلاة متاحة للإنسان على الهيئة التي يستطيعها بمعنى الإنسان مش قادر يقف هيصلي وهو قاعد مش قادر وهو قاعد وهو متكئ مش قادر وهو متكئ وهو نايم حتى لو إنه حيومئ ببصره أو بعينيه وبقلبه إذن لابد من الصلاة وإذا كانت هي غير قادرة يبقى الناس المحيطين بها هم المسؤولين عن طهارتها وتوجيها للصلاة ناخد اتصال جديد من السلام عليكم سلام عليكم أهلا بك يا فندم زيكا سريدة أتفضل أتفضل اللي بوس في شهر رمضان اللي بوس في شهر رمضان تفضل ولا ما تفضلش حاضر الشطاب بتاع الشطاب بتاع الحمام اللي أمية بتخش في بطني هل تفضل ولا ما تفضلش حاضر تفضل شكرا شكرا أما بالنسبة للزوج اللي بيغضب ويسير زوجته لدرجة إنها تدعى عليه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإن إحنا ما ندعوش إلا بخير وقال لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم ما ينفعش تدعى على حد عزيز عليك لأن ممكن الوقت يصادف ساعة إجابة الإنسان يندم بعد ذلك على الدعاء لكن كل المطلوب إن الزوجة تصبر على أزى الزوج أيوم امرأة صبرت على أزى زوجها بنى الله لها قصرا في الجنة نأخذ الاتصال جديد السلام عليكم عليكم السلام تفضلي أهلا بيك تفضلي ألو أيوة سامعك تفضلي قولي السؤال أنا أمي بتقدرش تصوم أول بطيم بتتعب يعني ومش بتكبر ممكن ده حرام عليه ما بتقدرش تصوم يعني مش كده أيوة عاضر تفضلي شكرا أيوة تفضلي طبعا الأسئلة تعتبر متقاربة إحنا قلنا إن فيه عزر ورخصة للمريض في الفطر وإن كان مريض بمرض لا يرجى برقه يبقى عليه إن هو يفدي وشرحنا إن الفدية طعام مسكين ففدية طعام مسكين وإن الفدية دي ممكن تخرج طعام طعام يوم كامل أو تخرج بنصف صاع من أغلب قوت البلدة طمر أو أرز أو قمح أو شعير أو زبيب أو ما شابه ذلك وممكن ناخد بالفتوى اللي بتقول إن هي حد أدنى عشرة جنيهات عن كل يوم والإنسان اللي يقدر يزود عن كده يزود ودي إجابة شاملة لكل من سأل عن المريض اللي مش قادر يصوم في شهر رمضان لكن قلنا إن الصلاة لها وضع تاني ما فيش رخصة لكن بنعدل في طريقة الصلاة حسب استطاعة كل إنسان وبالنسبة للزوجة اللي بتشيك من زوجها عليها أنها تصبر وتدعو له بالهداية وما تحاولش إن هي تهدم الأسرة أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس يعني من غير ضرر فحرام عليها رائحة الجنة وشرحنا إن البأس أو الضرر ممكن يكون ضرر ديني زي الإنسان اللي دينه ضعيف ما بيصليش ما بيصومش ما بيتطقيش ربنا فأهله بينفق ماله على المخدرات والخمور ويتعاطى مثل هذه الخبائس لكن بنقول إن حفاظا على روابط الأسرة تحاول الزوجة تكون يعني آلة بناء وسبيل هداية للزوج إن شاء الله ناخد اتصال من أم شهاب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن يا دكتور بعد إذنك لو سمحت يمسعد لنا أدي الزكاة مالي لزوجي لو هور مش قادر يصرف على البيت حاضر شكرا مع السلام الأخت اللي كانت بتقول إن زوجها بيدي خيره لإخواته أولا هي صلة الرحم شيء طيب ولكن بشرط إن هي ما تأثرش على من تجب نفقته عليه لكن الإنسان يصل رحمه ويصل أهله وزوية وهي ما تكرهش كده لكن بشرط أنه لا يقصر في حق أولاده وبيته هو المسؤول عن النفقة والمرأة إذا كانت موظفة لها مال فهي لها زمة مالية مستقلة تقدر تحتفظ بمالها لذاتها وتقدر تساعد به لكن المسؤول عن النفقة هو الزوج أما بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن اللبوس فاللبوس لا يفطر لأنه بيزوب قبل أن يصل إلى المعدة بالنسبة للأخت اللي بتقول الزوج غير قادر وهي قادرة تقدر تدي الزكاة للزوج وده صحيح وجائز لكن الزوج لا يعطي لزوجته من زكاته إذن عايزين نقول أنه وإحنا في هذه الأيام الأخيرة يجب أن احنا نتضرع إلى الله عز وجل ونعمل ليوم الحساب ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القادرة وأن يرحل عننا شهر رمضان وهو شاهد لنا لا علينا شهر الصيام لقد كرمت نزيل ونويت من بعد المقام رحيل نبكيك يا شهر الصيام بأدموع تجري فتحكي في القلوب عويل شهر يفوق على الشهور بليلة عن ألف شهر فضل التفضيل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته